صباح الخير زميلتي وعلى المباشر نلتحق بكم من متوسطة حي 1300 مسكن عدل بي وهران هذه المتوسطة التي تفتح أبوابها للتلاميذ لأول مرة بعدما كان سكان هذا الحي وتلاميذ هذا الحي ينتقلون لكيلومترات للتمدرس في المتوسطات المجاورة تفتح هذه المتوسطة لأول مرة أبوابها ويلتحق بها اليوم في ظروف أكيد كلها كانت مهيئة لاستقبال هؤلاء التلاميذ ويحضر معنا لأكثر تفاصيل فيما يخص سعة استعاب هذه المتوسطة الظروف التي استقبلوا بها التلاميذ وغيرها مدير المتوسطة رجيج عبدالقادر سيد المدير إذن المتوسطة لأول مرة تفتح أبوابها للتلاميذ كيف كانت الظروف استقبال هؤلاء التلاميذ في هذه الصبيحة ونحن من نشهدهم خلفنا في هذه الأثناء هم يصطفون للدخول للمدرسة بعد تحية العالم صباح الخير صباح النور سيدي بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم مرحبا بكم أنا سيد الرجيج عبدالقادر مدير متوسطة حي 1300 مسكن عدل موقع 5 نعم سيدي كيف كانت ظروف استقبال هؤلاء التلاميذ؟ ظروف جيدة ورائعة الحمد لله التلاميذ انتهى في هذه الموقع كانوا يتنقلوا إلى مسافات بعيدة إلى متوسطة عائل بيضاء بوكرش والناس اليوم الأوياء والتلاميذ فارحين بالمتوسطة الموجودة في الموقع التحهم وبالتالي يتفادوا عن التنقل والحمد لله ليس عناء التنقل فقط سيدي الكريم الفرحة شاهدناها في ثغر الأولياء وهم يصطفون مع أبنائهم في هذه المتوسطة رافقوهم إلى غاية المدخل لأنهم سيتفادون قطع الطريق مثلا لتوجه لمتوسطات أخرى اليوم المتوسطة بهذا الحي السكني 1300 مسكن نعم تلميذ هذا الحي كما قلت كانوا يتنقلون إلى متوسطة بوكرش بعين البيضاء وبالتالي كانوا يخطعون الكاتريام البريفيريك يعني الطريق الصيار كان بعض التلميذ يتنقلوا حتى متوسطات الموجودة في الحاسي والآن الحمد لله يعني التلميذ أصبح يدرسون في الحي التاحة ما شيء جميل طيب سيد المدير ماذا عن طاقة الاستيعابية لهذه المتوسطة؟ نعم المتوسطة يعني باسيس ممكن يعني الطاقة تحاحة 720 تلميذ عدنا 18 قاعد درس عدنا مكاتب عدنا يعني الحمد لله يعني كل شيء متوفر بمعنى حتى المرافق الأخرى متوفرة يعني نشاهد حتى أمامنا يعني ملعب ملعب مجهز مجهز كأني كاميرا متشوش ملعب يعني ملعب معشوشب ربما لأول مرة نشوفه يعني بمتوسطة ملعب يعني شيء جميل جدا رائع يعني ما نش قاد نعبر على الفرحة تاعي هنا يا أنا مدير متوسطة لأني فرحة فما بالك بالأولياء الذين كانوا ينتظرون طويلا هذه المؤسسة ولله الحمد والشك الحمد لله أكيد سيكون هناك عمل لتقديم خدمات لهذا التلميذ بشكل جيد وجيد جدا في الأخير ماذا بإمكانكم أن تقولوا وتتمنوا في نفس الوقت لهذا الدخول المدرسي نعم أتمنى يعني للتلميذ دخول موفق سنة دراسية موفقة إن شاء الله نشكره الدولة اللي قامت يعني بالواجب تاحها إنشاء يعني مؤسسة يعني في أقل من عامي شيء يعني رائع الحمد لله يعني الدولارة هي موفرة كل إمكانيات الحمد لله الحمد لله شكرا جزيلا لكم سيد رقيق عبد القادر مدير متوسطة حي 1300 مسكن عدل إذن أترك المجال لزميري المصور لإعطائكم البعض من الأجواء أجواء التلميذ الذين في هذه الأثناء يصطفون لتحية العالم وفي نفس الوقت الالتحاق بالمدارس هذا الدخول لهذه السنة أكيد مميز ومميز بشكل كبير خاصة لسكان حي 1300 مسكن عدل مدام أن هذه المدرسة التي تتابعون هذه الصور هي تفتح أو تفتح أبوابها لأول مرة حتى أن فيها إذا كان بالإمكان الأخ المصور سيد والي ولاية وهران في هذه الأثناء يلتحق بهذه المدرسة لإعطاء إشارة الانطلاق لهذا الموسم الدراسي هنا بوهران من هذه المتوسطة متوسطة حي 1300 مسكن عدل إذن السلطات العمومية أعطت أهمية كبيرة مدام أن هذه المتوسطة جديدة ستنقس عناء التنقل للعديد من التلميذ بعدما كانوا ينتقلون لمتوسطات بعيدة جدا على هذه المنطقة بحيث كانوا يقطعون الطريق كانوا في نفس الوقت يبحثون عن وسائل التنقل كل هذا لخصته هذه المدرسة وسيتمدرسون فيها بشكل جميل إذن مدرسة بحلة جديدة هي هذه المتوسطة متوسطة حي 1300 مسكن هذه المتوسطة التي نحن نعيش وعلى المباشر الدخول المدرسي فيها إذن زميلتي على كل كانت هذه البعض من التفاصيل وتفاصيل أخرى ستكون معنا من خلال تدخلات أخرى إن شاء الله وإليكم الخط ترجمة نانسي قنقر